ها؟ فكرت ابنين بدك تجيب حق الغسالة؟ ايه؟ فكرت ها؟ وشو طلع معك؟ والله طلع معي يا امي الحيث انك الظلي تغسلي على يديك مثلك مثل كل نسوان هالضيعة وعى المخباط جنب السيقي يا دلي؟ وليش؟ ليش لحتى تظل اغسل على ايدي مثل كل نسوان هالضيعة؟ وبعدين مين قل لك انه كل نسوان هالضيعة بعدهم عم يغسلوا على ايديهم؟ نصهم صار عندهم غسلاء واتمتيك كبير؟ ايه؟ وانتي شو شكله؟ بدك ايها؟ اتمتيك طبعاً ليش غيري احسن مني؟ لا مش احسن مني تكرم عينك بس يصير معي مصاري بشتريلك غسالي يا اتمتيك وانت رح يصير معك؟ بس يصير معي بخبريك شو انت عم تضحك علي يا ابو ملحد؟ لا يا ام الحيس لا شو حتى اضحك عليك انا لكن شو هاي بس يصير معي بخبريك؟ يعني بس يصير معي مصاري؟ بخبريك صار معي مصاري؟ ايه ايه فهمت عليك فهمت عليك عم تقطفني قطفي ما هو معروف انت بصير معك مصاريك لا يا ام الحيس يعني بدي بتقطعي برزقنا انت؟ بيجوز بيجوز الله سبحانه وتعالى يلي قادر على كل شيء بيجوز يبعث لنا بذال العشرين الف بيجوز يبعث لنا مئة الف فك مناين؟ 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 مناين بده يبعث لنا مناين؟ بده يددلنا اياهم بالقفة من السماء؟ يا ام الحيس الله سبحانه وتعالى ما رح يعدم الوسيلة يلي يرزقنا فيها حق الغسيلة يعني رب العالمين بعد اسمه وكرمه عنده مليون طريقة وطريقة حتى يرزقنا فيها يعني بيجوز بيجوز يربحنا ورقة يا نصيب ليش انت عم تسحب ورقة يا نصيب؟ لا لعد شلون بدك تربح؟ عم قول مثلا مثلا ها مثلا بيجوز يخلي دشاجي من دشاجاتنا اتبث لنا ذهب ذهب حقيقة مين بيعرف؟ ليش بقيان عنا الجاج بالقل؟ لا لك امين اللي بدا يبيضنا الذهب؟ يا ام الحيس ليش ما عم تفهم علي؟ انا عم قول مثلا مثلا يعنى بيجوز مثلا واني عم بنكش بالبستان؟ عم بحفر فيه؟ لقي جرة ملياني لرا ذهب؟ ليش نحنا عنا بستان ومليش خبر؟ ولا هي كمان مثلا؟ يا ام الحيس خلي ايمانك بالله كبير الا ما يجي اياه ويرزقنا فيه انا ما عاش فيه انتظر بدي غسيلي مثل غسيلي تخيي يعني بدي غسيلي ومين بدي دبر لك حقه هذي؟ ما بعرف دبر حيلك اتدين ومين بدي اتدين دخليك؟ اتدين من جان ابو خلايل؟ من ابو خلايل؟ وفرضا اتدينت من ابو خلايل؟ ايش لهم بدي يوفي اياهون؟ بالتقصي توفي اياهم بالتقصي منعين؟ مني مسحوا بالدكين؟ لك يا ام الحيس مسحوا بالدكينة يا دوب عم يطعمينا خبز وعلى علمك كل يلي بيعوا بالنهار عبي طلعش بخمسمائة ليرة وما فيهمش مربح اكثر من خمسين ليرة بالكثار بقاش بدي شيل لشيل منن لحتى اقوفي ابو خلايل حق الغزيلة لكن بيع البقرة شو عم تحكي انت يا ام الحيس؟ شو صار لعقلك؟ يعني حد بكون عنده بقرة عم يشرب منها حلايب وياكل منها لبن وسمن وجبن وقشطة بيقوم ببيعه؟ ايه نحنا لولا البقرة كنا متنا من زمان يا ام الحيس؟ شوف يا ابو ملحيس كل امتين وردغطاهو يا اني يا البقرة بقى شو قلت؟ يا ام الحيس طولي باليك ما وصلتي شغلي لها اون؟ لا بدي وصلها انا معاش اقدر اعيش بدون غزيلة شوف شوف ديتي شلون انهرقوا من الغزيل حرام عليك حرام عليك طيب طيب خلاص من اليوم رايح اني راح اساعدك مرة بغسل اني ومرة بتغسلي انت ايه مليح هيك؟ هيك مليح ام الحيس؟ لا مو مليح بدي غسالي يعني بدي غسالي واذا بكرة الغسالة ما بتكون عندي ما راح ضل ساعة بالبيت مليح؟ ايه مليح امري لالله راح انزل بكرة بيع البقرة هيك مليح مليح طرشينا ايه شو بدي يساوي؟ مبطر بيعيك لانه منحيس اغلم منيك موسيقى ايه 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 بدي انزل على المديني حتى بيعوا ايه طلعنا واصبك بس البقرة شو بدي ساوي فيها يعنى طلالى ولا كثر الله خيرك يا عم đi يعني كنت هيك الهم شلون بدي نزل البقرة ع السوق تعالساعدني فيها حتى انطلعها ع السيارة تعال 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 أي تعال عالعيفة يا أبو سعيد الله يعافيكي كيفك يا أم الحي الحمد لله أبو منحس كيفو الأيام عم شوفو بسلم عليك وعليك السلام ورحمة الله شوفي عندك يا ترى بهالدكان أوه خير الله موجود امريني شو بدي بدي غسالة أتمتيك بلاقي يا ترى إيه تكرم عين عندي غسالة ما في منها بكلها بضيعة مرت المختار غسالتها ما بتسوى هاي أحسن منها تقدر تورجيني عليها إيه تكرم عينيك تفضلي وين فايتي ما دل تشوفي بغسالة وينها هاي هاي يا الله يا الله محليها عجبت كتير عجبتني إيه بس وقت تجربيها وتريحك بالشغل بتعيش بيك أكتر إن شاء الله وهذه شلوم تشتغل يا أبو سعيد ما بتعرفي بعدني ما تعلمت وقت تشتريها إن شاء الله بعلمك عليها قديش حقها يا أبو سعيد يا ستي هيحقها 25 ألف وإليك كرمال خاطرك 24 ألف بس مو كتير يا أبو سعيد لا والله مو كتير هيك الأسعار يا أختي طيب اتفقنا بس يجي بو ملحس من المدينة بيجي أنا ويا مندفع حقها ومناخدها بس دك تعلمني عليها مليح يا أبو سعيد تكرم عينيك بعلمك عليها تكرمي بخاطرك مع السلامة تبيحش الله السالة يا أبو سعيد هادي صارت إلي تكرم عينيك إلك بإذن الله بستناكي للمساء إذا ما أجيتي أخدتيها وإجا نصيبها بدي بيعة لا إن شاء الله بظهريات بس يجيبوا ملحس منجوا ومناخدها بخاطرك مع السلامة مع السلامة مرحبا يا أخ أهلين وسهلين شو؟ اشتريت بعرة اي والله بتوصل لي يا عضيعة شو اسم عضيتك؟ جرادة بعد ضيعة خلفسة بثلاثة كيلومتر ماشي الحال بس هي بتكلفك ثلاثمائة ليرة ها؟ يا سيدي ثلاثمائة ليرة وحبة تمسك على رأسي ممكن ساعدني؟ يا الله شرف شو ماشي؟ اي والله لوي رايح على تل الرمان قبل خنفسة بشوي ماشي الحال طلع يا الله عندك ها؟ عندك عندك نه نه السلام عليكين وعليكم السلام أهلا وسهلا بتأخذوني معكين على خنفسي طلع طلع الله يرضى عليكم سكر الخير يلا 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 شو باك يا عم؟ ليش مسعود؟ أخي 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 شو بدي أحكي لك لا أحكي له طيب أحكي لي مشكلتك بل كي بدير بساعدك؟ مشكلتي خلاص انقضيت انتهيت وما فيش حد بيقدر يساعدني فيها أبدا طيب حكي لي ياه أنا كان عندي بقرة مثل بقرتك هذي تماما وكنت حبها كثير وتحبني وكانت شربني حلايب وطعميني شبني ولبن وقصة من عربي وقشطة ومكيف مكيف على هالبقرة مكيف كثير يعني هايك لحتى مرتي أجبرتني أنزل على السوق وبيعها مشان يشتري لها غسالي بحقا يعني بدي بدي حلفك هاي جريمي ولا مش جريمي ايه ايه وبعت البارة؟ هاي جايتي من السوق وبيدي شبعتها؟ بثلاثين ألف مع أنه بتسوى أكثر والمصاري معا؟ إلا معي وين بندون يكونوا يعني؟ بس يلعن أبو المصاري البقرة أحسن من المصاري بألف مرة معاك البقرة أحسن من المصاري بكثير آه الله يلعن هديك الساعة يلي طوعت مرتي فيها وبيعت البقرة ندمان مو هاي؟ كثير ندمان كثير الريتة ما تمتها البيعة بسيطة بسيطة مشكلتك محلولة محلولة؟ إيش لون محلولة؟ أنا كثير تأسرت بقصتك مشان هيك رح بيعك البارة تبعي هلا شتريتها من السوقها عم تحكي جد انت؟ طبعا جد وليش بدك تبيعنيها هاينت؟ من شان حلل لك مشكلتها طيب قديش بدك حقها؟ رح بيعك متل ما اشتريتها وقديش اشتريتها؟ خمسة وعشرين ألف طيب وأني اشتريت؟ مبروكي عليك البارة ناولني حق على قلة على عيني ومن ثم راسي تفضل هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم فضل يا خي عواضي؟ عليك بأكثر إن شاء الله وإن شاء الله بتعيش عندك الدهر كله وإنت كمان الله يعوض عليك البقرة أحسن منها يعني علي مالك معلم؟ نزلني هون لسه ما بصنا معناش معناش أنا عندي شغل هون فضل ايه؟ متل ما بدأك مبروكي ها؟ موسيقى 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 انا بقرة هاذي هاذي اللي قدامك انا بقرة يعني وانت شو دخلك بالبقرة شو اشلاون شو دخلناي هذه البقرة بقرتك بله شو ومن امت صارت البقرة بقرتك اشتريتا على الطريق ومن مين اشتريتا دخلك من مين يعني من صاحبها ومين صاحبها شو بك عم تقلي مين 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 كأنك عم تحقق معي خلاص بدك بدك تساعدني بتنزيل البقرة تساعدني أبدكش تساعدني الله يسامحك بنزلها لحيلة هاي انزيل انزيل هاي البقرة بارتي تركها بلاجت بي شلون بقرتك يعني هاي شلون شلون ولك هالبقرة بارتي بقرتك شلون بقرتك بلعلك مصدي رألك وبلعلك حياة قال علاكم صدي قال لك شوفي شوفي شبكون عطلتوني بدي يمشي لاي علش هم تخانقون هلا قللي وانت سيد العارفين هالبقرة هاي بارت مين بقرتك ليكو الثاني ليكو قال بقرته قال هالبقرة لي وشلون صارت البقرة إلك بقى أنا لما طالعتك ما كان معك بقرة شو نزلت عليك من السماء يعني أنا اشتريتها من الزلمي يلي كان راكب هون من صاحبها يعني من مين؟ قولك من الرجال يلي نزل قبل شوي شه؟ ليش عم تضحك؟ ها؟ عم بضحك على خيبتك وعالمقلب يلي أكلته عنو مقلب؟ الرجال اللي نزل قبل شوي ويلي عم تقول إنك اشتريت البقرة منو مو هو صاحبه صاحب البقرة الأخ هون وليه على قام تقيبو من الحيث وليه على قام تقيبو من الحيث طارت البقرة وطار حقها كمان والغسالي باعد طارة